وسط مفاوضات في فيينا بين الغرب وطهران اسرائيل تستعد لعمل عسكري ضد ايران وواشنطن تراقب مساعدة بلينكين تتوجه الى اوكرانيا وروسيا وبايدن يتوعد بوتين بعواقب مدمرة اذا اجتاحت قواته اوكرانيا دمار وعشرات القتل جراء اعصار اجتاح ولاية امريكية ولاية كينتاكي الاكثر تضررا اهلا بكم مشاهدين الى نشرة لاحمل انباء من العربية وقدمها لكم ابراهيم بدر كشف وزير الدفاع الاسرائيلي بني جانس من فلوريدا الامريكية عن خطة تم بحثها في واشنطن لتوجيه ضربة عسكرية لايران موضحا انها لم تلقى معارضة من ادارة البيت الابيض جاء ذلك مع اعلان مصادر عسكرية اسرائيلية انها تلقت تعليمات بالاستعداد لمهاجمة ايران طبول الحرب تقرعها اسرائيل واصواتها تسمع في العواصم المعنية بالازمة المتصاعدة مع ايران الوصول لقناعة بان الايرانيين يتلعبون في فيينا من خلال محادثات اقل ما توصف بالضبابية دفع اسرائيل للاعلان صراحة بانها ذاهبة للحرب ضد ايران وان بشكل منفرد فبحسب مصادر عسكرية اسرائيلية رافعت المستوى فان الاوامر صدرت بالفعل للمؤسسة العسكرية بالاستعداد لتوجيه ضربة جرى الحديث عنها كثيرا والتلويح بها مرارا ضد منشآت ايران النووية وبحسب صحيفة جيوسلم بوست فقد عرض وزير الدفاع الاسرائيلي بني جانس خلال زيارته لواشنطن على مسؤولي ادارة بايدن جدولا زمنيا لمهاجمة ايران وسط عدم اعتراض من جانب الامريكيين ذهاب اسرائيل للخيار العسكري باقرار امريكي او بدونه قابلته ايران بتهديدات كلامية جاءت على لسان قائد القوات الجوية في ايران الذي توعد اسرائيل بثمن باهظ ان هاجمت بلاده تزامنا مع لغة التصعيد التي ارتفعت وطيرتها مع قرب اعلان فشل مفاوضات فيينا رسميا تحذيرات من المؤسسة العسكرية في اسرائيل التي تحدثت عن تحركات عسكرية ايرانية على حدودها الغربية لشن ضربات تطال عدة دول في المنطقة بينها اسرائيل اذا الاستعدادات العسكرية على الجانب الاسرائيلي تكثفت في الاسابيع الاخيرة فشاركت اسرائيل في مناورات عسكرية مع الولايات المتحدة في ايلات واخرى منفردة في الجليل مناورات واسعة النطاق وبتقنيات غاية في التطور ضمن خطة اسرائيلية رصدت لها تل ابيب ميزانية فاقت سبعة عشر مليار دولار وهي الجاهزة اصلا لأي تكلفة ممكنة ثمنا لردع ايران واذرعها ومنعها من امتلاك سلاح نووي لين حسب الله العربية في المقابل هدد قائد القوات الجوية في ايران امير يوسف قرباني اسرائيل بدفع ثمن باهض انهاجمت بلاده وقال قرباني في تصريحات صحفية ان طهران يجب ان تكون مستعدة للمواجهة مشيرا الى ان الاقوبات المفروضة على ايران دفعتها الى تعزيز قدراتها العسكرية خاصة في مجال الصواريخ والقدرات الجوية من جانبه لوح علي باقري كبير المفاوضين الايرانيين في فيينا برفض اي اتفاق نووي يقل عن الاتفاق النووي المبرم عام 2015 واشتر باقري الى وجود خطوط حمراء وضعتها ايران لا يمكنها تخطيها او القبول باقل منها من جانبه قال متحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة انه ستكون هناك اخبار سارة لطهران في مجال رفع الحظر المفروض عليها خلال ايام المقبلة وبخصوص سير محدثات فيينا قالت مصادر مطلعة العربية ان المبعوثة الامريكية الخاص لشون ايران روبرت مالي قد لا يحضر الى فيينا في حال عدم تغير الموقف الايراني فدت المصادر بحدوث جمود في المفاوضات بسبب تمسك الوفد الايراني بمطالبه مضيفة ان الوفد الايراني طرح العودة لالتزامات النووية اقل بكثير من المتفق عليها سابقا مقابل رفع عدد اكبر من الاقوبات وشددت المصادر على ان الدول الغربية تتجه للتصعيد داخل مجلس المحافظين في وكالة الطاقة الذرية اذا لم يظهر الوفد الايراني جدية خلال اليومين المقبلين بدورها قالت وزيرة الخارجية الالمانية ان الدول الغربية تكثف العمل الدبلوماسي لانقاذ الاتفاق النووي مع ايران على الرغم من عدم حدوث اي تقدم في المحادثات النووية مع ايران على حد تعبيرها تصديف ليفربول في شمال انجلترا وزراء خارجية مجموعة دول السبع على مدار يومين ابرز الملفات على طاولة الاجتماع نتابعها في التقرير التالي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة قل الرئيس الامريكي جو بايدن ان العواقب على روسيا ستكون مدمرة في حال قرر الرئيس بوتين اجتياح اوكرانيا مؤكدا ان بلاده سترسل المزيد من القوات الامريكية وقوات الناتو دفاعا عن اوكرانيا ضد اي هجوم روسي لقد اوضحت للرئيس بوتين انه اذا اشتاح اوكرانيا فان العواقب الاقتصادية على بلاده ستكون مدمرة هذا اولا ثانيا سنكون مضطرين لارسال المزيد من القوات الامريكية وقوات الناتو الى الجانب الشرقي والى جميع دول الناتو التي لها علينا التزام مقدس بالدفاع عنها ضد اي هجوم من قبل روسيا ثالثا تأثير كل ذلك على روسيا وموقفها حيث ستتغير نظرة العالم لروسيا بشكل ملحوظ وسوف تدفع ثمنا باهظا وهكذا سنواصل وعلينا ان نواصل توفير القدرات الدفاعية للشعب الاوكراني تتوجه مساعدة وزير الخارجي الامريكي المكلفة بشؤون اوروبا كارين دونفيرد الى اوكرانيا وروسيا الاسبوع المقبل لاجراء مباحثات تتناول وضع الحدود بين البردين وبحسب الخارجية فان الزيارة تهدف الى تعزيز التزام الولايات المتحدة بالسيادة واستقلال اوكرانيا والتأكيد على حفظ سلامة الاراضي الاوكرانية وفي لندن حذرت وزيرة الخارجية البريطانية لستراس روسيا من عواقب وخيمة اذا قامت بغزو اوكرانيا وكان الاليزي وجه تحذيرا مماثلا الى موسكو من ان اي هجوم على اوكرانيا سيلقى ردا ستحدد طبيعته او ستحدد طبيعته المشاورات الجارية حاليا مع شركاء فرنسا الاوروبيين والغربيين عموما اكد وزيراء الخارجية الامريكية انتوني بلينكين ونظيره الايطالي لويكي دي مايو اكد دعمهما لاجراء الانتخابات الليبية في موعدها وبحسب الخارجية الامريكية اتي ذلك في وقت قال فيه الفريق عبدالزاق النظوري المكلف بمنصب رئيس اركان القوات المسلحة الليبية قال ان الجيش لن يسمح للمدنيين بالعبث او تفكيك المؤسسة الاسكرية واكد نظوري في تصريحات صحفية بان الجيش بعيد عن التجاذبات السياسية مشددا على انه لا يعترض على بناء الدولة المدنية واوضح ان مسئولية الجيش هي حماية الوطن والدستور والمحافظة على المؤسسة العسكرية اعلنت المفاوضية العليا للانتخابات في ليبيا ارجاء نشر قائمة المرشحين الرئاسيين للنهائية حتى تسوية بعض المسائل القانونية واضفت المفاوضية بانها ستسنفذ جميع طرق التقاضي لتأكد من تطابق قراراتها مع الاحكام الصادرة فيها وانه سيجري اتخاذ اجراءات استنادا الى محادثاتها مع البرلمان ومجلس القضاء قبل المضي قدما في العملية الانتخابية قائمة المترشحين للرئاسة الليبية والتي كان من المفترض ان تعلن في السادس من الشهر الجاري بات تأجيلها امرا واقعا حكم المشاهدين لم نأخذه بالامر المسلم لولا بيان مفوضية الانتخابات الذي اشارت فيه الى انها ستتبنى بعض الاجراءات القضائية بالتعاون مع المجلس الاعلى للقضاء واخرى قانونية مع اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب قبل المضي في اعلان القائمة النهائية لمن الترشحين والانتقال الى الاعلان عن بدء مرحلة الدعاية الانتخابية للمرشحين رئيس المفوضية عماد السايح التقى مع اعضاء اللجنة المكلفة من البرلمان والتي تحدثت سابقا بانها ستتابع عملية الانتخابات وبحث ما شابها من عيوب قانونية هنا نذكر مشاهدين بالطعون وجدلية قبول بعض المرشحين مثل سيف الاسلام القذافي وعبد الحميد الدبيبة وخليفة حفتر عضو اللجنة المشكلة من البرلمان صالح فحيمة اشار الى ان المفوضية تقوم بدورها وانها ماضية في تنفيذ التشريعات الصادرة عن مجلس النواب رغم العراقيل التي وصفها بانها خليط بين عراقيل قانونية واخرى سياسية واشار الى وجود خلل في تطبيق القانون من بعض الجهات المعنية بتنفيذ بعض مواد القانون وكشف ايضا ان المفوضية طلبت بعض الاجراءات من مجلس النواب سوف يتم الاعلان عنها لاحقا فيما طلبت اللجنة من المفوضية تقديم تقرير مكتوب ليتخذ البرلمان ما يراه مناسبا المفوضية من جهتها قالت ان الاجتماع بحث ملف الطعون الانتخابية ومراجعة الاحكام الصادرة عن لجان الطعون والاستئناف وسبل تعزيز مبدأ المصداقية في تطبيق نص القانون الانتخابي وتنفيذه واشارت قبل الاجتماع الى ان تأجيل اعلان القائمة النهائية للمرشحين المقبولين يرتبط ايضا بمراجعة الاحكام الصادرة عن لجان الطعون والاستئناف واستنفادها لجميع طرق التقاضي للتأكد من تطبيق القانون اكد ثلاثة مرشحين للرئاسة في ليبيا هم فتح بشاغة ومحمد منتصر واحمد ميتيك في بيانا مشترك اكدوا حرصهم على تنفيذ الاستحقاق الانتخابي وفق خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي في جينير وقال المرشحون الثلاثة ان الوصول لتنفيذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية هو الحل الشامل للازمة الليبية الذي يضمن سلطات جديدة موحدة قادرة على النهوض بليبيا والليبيين كما اكد مرشحون على مجاء في بيان المفوضية العلية للانتخابات بشأن ضرورة تكثيف الجهود بين القوى السياسية لإيجاد مخرج توفقي يمضي بالعملية الانتخابية وفق ما تقتضيه المصلح الوطنية وحث المرشحون في بيانهم مجلس النواب الليبي والمجلس الاعلى للدولة والمجلس الاعلى للقضاء والمفوضية العلية للانتخابات على التنسيق فيما بينها لانجاح مسار العملية الانتخابية بما يضمن مشاركة كل الاطراف السياسية في منافسة نزيهة وشفافة بعيدة عن الاقصاء والمغالبة شدد منسق البعثة الاممية في ليبيا على اهمية معالجة التحديات السياسية والتقنية التي قد تعطل الانتخابات واكد خلال لقائه رئيس المفوضي العلية للانتخابات واكد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي تحققت حتى الآن من توزيع ناجحين لبطاقات الناجحين وتسجيل عدد كبير من المرشحين للرئاسة والبرلمان أهلا بكم الجديد أفادت مصادر العربية بمقتل مسؤول التجنيد في حركة حماس في انفجار مخيم البرج الشمالي بمدينة صور جنوب لبنان وكانت حركة حماس قالت أن الحريق في المخيم ناجم عن تماز كهرباء دلع في مخزن استوانات غاز وأكسجين وأعلنت الحركة في بيان أن الحادث تسبب بخسائر محدودة انفجار آخر في لبنان ليس في بيروت بل في مدينة صور الساحلية ومنطقة العمليات هذه المرة تابعة لحماس وليس حزب الله حماس سارعت لتتحدث عن تماز كهربائي تسبب باندلاع حريق في مستوضع استوانات غاز وأكسجين لكورونا بعيدا عن طبيعة الانفجار وأسبابه إلا أنه يتزامن مع تقرير إسرائيلي قبل أيام تحدث عن معسكر تابع لحماس شيدته الحركة في صور أيضا عام 2014 بحسب المعلومات الإسرائيلية فإن أول هجوم من قبل تلك الوحدة على إسرائيل جاء خلال الحرب التي استمرت 11 يوما بين إسرائيل وحماس في شهر مايو الماضي عندما أطلقت أربعة صواريخ على شمال إسرائيل من لبنان تقود العمليات من تلك الجبهة وحدة يرأسها نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العروري وكل هذا بحسب المعلومات الإسرائيلية وحسب ما أوردت صحيفة إسرائيلية جندت حماس نشطاء فلسطينيين متحالفين معها أيدولوجيا يعيشون في لبنان للقتال في الوحدة التي يعتقد أنها تتكون من مئات العناصر يعملون سرا تحت ستار النشاط المدني كما يتم تدريب المقاتلين من قبل جهات إيرانية لم يتم ذكرها وهناك تركيز على صناعة صواريخ يصل مداها إلى عشرات الكيلومترات تمركز حماس هذا جاء بضوء أخضر من حليفها حزب الله المستحوذ على القرار في لبنان والذي يوفر الأرضية المناسبة لحماس التي سيكون تحركها منوطا بموافقة مسبقة من حزب الله التقديرات في إسرائيل بحسب وسائل إعلامها أن تلك الوحدة التابعة لحماس موجودة بالفعل واستقلق من إمكانية إطلاق عدد كبير من الصواريخ في حال أي مواجهة وبالتالي فإن رد إسرائيل سيجر حزب الله لحرب جديدة في المنطقة لينا حصب الله العربية قصفت طائرات تابعة للقوات التركية مواقع شمال العراق القصف سهدف مركز لاش الأزيدي في مجمع حنصور ضمن قضاء سنجار غربي نينوى وعننت مزارة الدفاع التركية الخميس الماضي مقتلى ثلاثة من جنودها في هجوم لسهدف القوات التركية شمال العراق قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إن قوات التحالف الدولي القتالية ستغادر العراق خلال أيام بعد أيام نشهد أيضا انسحاب كافة القوات القتالية التحالف الدولي من العراق في نطاق الاتفاقية الاستراتيجية مع الجانب الأمريكي وسيكون دورها في مجال المشورة كدلال على قدرات القوات العراقية البطلة بكل صنوفها على حظ النعراق قال رئيس الامريكي جو بايدن إن الأعصير التي خلفت عشرة القتلى وسط الولايات المتحدة قد تكون واحدة من أكبر الأعصير في التاريخ الأمريكي مشيرا إلى أن الحكومة الفيدرالية ستعمل كل ما في وسعها لمساعدة الولايات المتضررة أراقب الوضع بعناية شديدة منذ الصباح الباكر وعلى الأرجح ستكون العمليات المرتبطة بالأعصار الأكبر في تاريخنا في وقت سابق اليوم تصلت بحكام الولايات التي عانت من أثار شديدة للعواصف بما في ذلك أركينساس وإلينوي وكنتاكي وميزوري وتينيسي ستفعل الحكومة الفيدرالية كل شيء وكل ما يمكنها فعله للمساعدة لقد تحدثت عدة مرات مع رئيس الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ وكذلك مديرها الذي نشر بالفعل أفرادا استجابة للطوارئ في هذه الولايات الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ موجودة على الأرض وتعمل مع كل ولاية من الولايات لتقييم الأضرار والتركيز على الدعم الفيدرالي حيث تشتد الحاجة إليه وكيف يمكننا الوصول إليه بسرعة أكبر أعصار مرعب هجم ولاية ساحلية شرقية أمريكية وتسبب بفوضى وخسائر فادحة هذه ولاية كينتاكي على الساحل الأمريكي الشرقي هجمها الأعصار بعنف لمدة 15 دقيقة كانت كفيلة بأحداث هذا الدمار والخسائر لاسيما البشرية الضرر جسيم ونتوقع المزيد من حالات الوفيات مدينة ماثيو تضررت بشكل كبير وما زلنا ننتظر التقارير عن المناطق المحيطة سلطات الولاية فاجأت الجميع عندما تحدثت عن عشرات القتلى وفق حصيلة أولية في كينتاكي وحدها حالة الطوارئ أعلنت في الولاية وبدأت عمليات إجلاء لأصحاب المنازل المتضررة وعلى بعد 40 كم في ولاية إلانوي كانت الساعة تقترب من التاسعة ليلا وبينما عمال شركة أمازون للنقل في عملهم المعتاد داخل أحد مخازن المبنى فوجئوا برياح عاتية شديدة السرعة ضربت المبنى بقوة لينهار سقفه ويتسبب بمقتل أربعة من عمال الشركة في حصيلة مرشحة للزيادة مع الحديث عن وجود مفقودين اعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة عن اكتشاف أولى حالات الإصابة بالمتحور الجديد من فيروس كورونا أو ميكرون وقرأت وسائل الإعلام التركية أنه تم اكتشاف حالة واحدة من المتحور الجديد في اسطنبول فيما تم اكتشاف خمس حالات أخرى في مدينة أزمير أعلنت المراكز الأمريكية للسلطر على الأمراض والوقاية منها أن معظم الإصابات التي سجلت بالمتحور أو ميكرون كانت لأشخاص تلقوا اللقاحات وأن معظم المصابين أخذوا جرعة معززة أخبار غير سارة يحملها المتحور الجديد من كورونا قد تحيي المخاوف من عجز اللقاحات المتوفرة عن التصدي له المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أعلنت أن معظم الإصابات التي سجلت في الولايات المتحدة كانت لأشخاص تلقوا اللقاحات بل إن معظمهم أخذ جرعة معززة أيضا تقرير للمنظمة أوضح أن من بين 43 حالة إصابة بأميكرون هناك 34 شخصا تم تطعيمهم بالكامل بينما تلقى 14 منهم جرعة معززة فيما أصيب 5 بأميكرون بعد أقل من 14 يوما من تلقي الجرعة المعززة مفاجآة ضيف نهاية العام الثقيل لا تقف عند هذا الحد حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق أن أميكرون قد تكون له قابلية أعلى من المتحورات الأخرى على إصابة الأشخاص الذين سبق لهم أن التقطوا العدوى وكذلك من تلقوا التطعيم لكن تظل أعراضهم أقل شدة ووسط حالة عدم اليقين التي تصاحب انتشار المتحور الجديد وتزامنا مع موسم عيد الميلاد تتجه العديد من دول العالم لا سيما الأوروبية منها إلى تسريع واتيرة التطعيم الحكومة الفرنسية دعت مواطنيها إلى تلقي اللقاح حتى يتسنى لهم الاحتفال بموسم الأعياد فيما تخطط ألمانيا لأبعد من ذلك فقد تبنى مجلس النواب قانونا يلزم العاملين في المجال الطبي بالحصول على لقاح كورونا كخطوة أولى قبل توسيع فرض التطعيم ليشمل جميع السكان المتوقع بداية العام المقبل في ظل أزمة انتصادية وانخفاض قيمة اليارة التركية ارتفع سعر الوقود عدة مرات خلال الأشهر الماضية إضافة لارتفاع أسعار الطاقة بشكل عام ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع وزاد من أعباء المواطنين الأترك ارتفاع كبير في أسعار الوقود قابله ارتفاع في تكاليف النقل والشحن وهذا ما أدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار بكل المجالات يشتكي رجائي وهو سائق سيارة أجرى من تراجع دخله بشكل كبير بسبب ارتفاع أسعار الوقود دون تعديل تعريفة سيارات الأجرى وهو من عكس بشكل سلبي على العاملين المشتغلين في هذا القطع أدين بشدة الارتفاع الحاصل في أسعار الديزل في السابق كنا ندفع أغلب دخلنا ثمن ديزل ولكن بالنظر إلى الأشهر السابقة نحن ندفع الآن ثلثي دخلنا مع تراجع الليرة التركية بشكل كبير أمام الدولار ارتفعت المحروقات بشكل متسارع كانت الزيادة تتوالى تقريباً في كل أسبوع فتجاوز سعر الديزل عشر ليرات ونصف ليرة وهو تقريباً نفس سعر البنزين عندما وصل سعر الديزل إلى عشر ليرات شكل ضغطاً على أسعار المواد الغذائية القادمة من أنطاليا إلى اسطنبول وأنقرة هذا الأمر ليس فقط في قطاع الأغذية أيضاً توجد مشكلة في النقل أيضاً ارتفع سعر الغاز الطبيعي للمشتركين الصناعيين ومحطات توليد الطاقة بنسبة عشرين في المئة بداية ديسمبر في ظل توقعات بارتفاع أسعار الغاز الطبيعي للاستخدام المنزلي مطلع العام القادم وفي الأسواق زادت الأسعار بشكل واضح في كل المواد دون استثناء أعتقد أننا وصلنا إلى النهاية حياة جميع سفر ستحدث أشياء سيئة قريباً ستزداد الصرقات ويزداد المتسولون الناس في تركيا بحالة مزاجية بعيدة عن الحسابات لا يعلمون ماذا سيفعلون أو كيف سيعيشون بحسب معهد الأحصاء في تركيا تجاوزت نسبة التضخم في نوفمبر ثلاثة فاصلة واحداً وخمسين في المئة فأصبح التضخم على أساس سنوي واحداً وعشرين فاصلة واحداً وثلاثين زيدان زينجلو العربية إسطنبول أفادت مصادر العربية بأن القمة العربية الروسية في مدينة مراكش المغربية تأجلت نظراً للوضع الوبائي المقلق بسبب متحور أوميكرون لفيروس كورونا كما لفتت المصادر إلى أنه تم تأجيل الزيارة الرسمية لسيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي إلى المغرب فيما تستمر الاتصالات بين المغرب والجامعة العربية وروسيا لتنظيم القمة العربية الروسية في المغرب في تاريخه سيجري أو سيجري الاتفاق عليه لاحقاً إلى اليمن حيث مكنت مشاريع التدريب والتمكين الاتصادي في المساحات الآمنة للنساء في مغرب مكنت أنازحات من مهن ومهارات تدر عليهم الدخل لتصنع التحول في حياتهم كما هو مع قصة هيام هو حصاد تدريب وتعليم لفئة كانت مستضعفة وثمرة لجهد ظهرت نتائجه فلاق التشجيع إنه البازار النسوي لعرض وبيع منتجات المستفيدات من برنامج التمكين الاقتصادي للوصول الإنساني بمأرب ضمن أنشطة مشروع الحماية ودعم سبول العيش في المساحات الآمنة للنساء مهن ومجالات عمل كثيرة أجادتها النساء النازحات وصرنا اليوم بعد التدريب والدعم منتجات بل ومكتفيات هذا المشروع يهدف إلى تمكين المرأة وتأهيلها لتحفظ مستقبلها ولتعيش حياة كريمة اختارت هيام عبد الغني مهنة الخياطة للتدرب عليها في المساحات الآمنة للنساء النازحات وبعد الحصول على المهارات والدعم أعادت إلى خيمتها في مخيم السويداء غرب مأرب لتقوم بإنتاج وتعديل أشكال من الملبوسات تدر عليها المال لإعالة أسرتها وتصبح الخيمة مشغلا ومسكنا تغيرت حياتي بعد ما درست في المساحة الآمنة وكسبت مال بعد هذه الدراسة أجابوا للأدوات الخياطة أجابوا للمكينيا ساعدني فيها خيطت وجاء عند زباين يعني سبب دعمهم لي بنيت أنني أقدر أساعد زوجي بمصروف البيت وساعد نفسي وحياتي الحمد لله تغيرت نفسيتي مع هذا العمل وراحت يعني أرتحت نفسيا اليوم تغيرت حياة هيام واستعادت ثقتها بنفسها بعد أن تحولت من دائرة الاحتياج إلى الإنتاج رغم واقع النزوح ساهمت مشاريع التدريب والتمكين للاقتصادي التي وفرتها المساحات الآمنة للنساء في اعتماد النازحين على أنفسهم محمود الحميدي لقناة العربية من مخيم السويداء غرب مأرب ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة